اشتركوا في القناة هؤلاء بالسماح لهم بالترشح لبرلمان ثورة قامت ضدهم وضد زعيم عصابتهم ويعلن ثوار عن مجموعة اهداف ندعو الشعب المصري للعمل على تحقيقها ولا نطالب اي سلطة اخرى لاننا لا نعترف بوجود اي سلطة شرعية للمجلس العسكري حاليا فالسلطة فقط للشعب اولا لانتخابات دون قرار ثوري بعزل رموز الحزب الوطني بداية من لجنة السياسات ومرورا بكل القيادات والمرشحين على قوائم الحزب حتى نصل الى امناء المراكز ثانيا لا مشاركة من لجاننا الشعبية والزق بالثوار ليحموا انتخابات بها فلول الوطني وبلطقيتهم الذين يهددون امر مصر ومن ثم العملية الانتخابية التي ربما تسفر عن مئات القتلى في ظل تخاذل الشرطة ثالثا انتخابات دون السماح للمصريين بالخارج للادلاء باصواتهم كحق اصيل لكل مصري يعشق وينتمي لمصر رابعا لا للجنة العليا لانتخابات بها العديد من القضاة الذين شاركوا في تزوير الانتخابات السابقة خامسا لانتخابات دون اشراف قضائي كامل قاض لكل صندوق ويعلن الثوار عن تضامنهم مع تظاهرات الطلاب وعمال هيئة النقل العام وموظف المصرية الاتصالات والفلاحين ونؤكد على حقهم الكامل في التظاهر والمطالبة بحقوقهم المشروعة والتي يسهل تنفيذها اذا توفرت الارادة السياسية الثورية كما ندين عمليات القبض على المتظاهرين منهم وفصل الطلاب وتوجيه التوهم من باطلة لهم ونؤكد اننا لن نترك اي ثائر خلف القبضان او السجون حتى يتحرر تماما ويعود ليقف مع زملائه من الثوار الثورة مستمرة اشتركوا في القناة